موضوع الانفجار السكاني ده لدور كبير فيه يعني اهضار كل محاولات الحكومة في انها تعمل تنمية في مقابله فيه يعني نموه سكاني يصل لحد الانفجار فمش هتحس بدا وانا اتكلمت وانا اتكلمت قبل كده عن حكاية المنتج البشري المصري لابد ان يبقى جيد فلما الراجل اللي بيخلف 6 و 7 و 5 و 4 و 3 مش هيعمل منتج بشري جيد النهار ده اللي عنده طفل يدوب يعني بالعافية معاتش ناس زي زمان اذا كان عندك احساس بالمسئولية احساس بان انت عايز تربط طفل وتعلمه كويس ولما يعد دخله مستصح كويس وتعمله طرفيه كويس طرفيه ما بقاش يعني من النوافل الطرفيه للاطفال ده جزء من حق الطفل حسب مساق الأم المتحد لان احنا بنجيب انا اسف التعبير يعني بيحصل بنزره بعيال من الاخر كده والعيال تشتغل خاصة في الريف فيبقى الولد زي الحادثة اللي حصلت في الشرقية تلاقي عربية نص سنة اللي فيها 50 طفل رايحين ينقوا الدودة فالعربية تتقلب فالعيال تتموت في الترعى بدل ما يبقى في كلاس يبقى في فصل يتعلم لعبة حصدة زرعة حصدة قرأة لا بيروح ما فيش علام وبيروح في عز نقرة الشمس ينق الدودة فبيطلع مواطن ملوش حلقة بالوطن ما عندوش اي انتماء لهذا الوطن والاسف ده موجود في الريف وفي الصعيد بشكل رهيب وفي المناطق العشوائية في القاهرة بشكل رهيب ما بنفكرش ازاي بقى فيه جماعة في العالم كله المنتج البشري اللي هو البني آدم ده ازاي يتربى وازاي يتعلم وازاي يبقى صالح لانه اذا فيه منتج بشري جيد هيبقى فيه مجتمع جيد منتج بشري رديق مجتمع رديق من الاخر معادلة فاحنا عندنا منتج بشري رديق في الكسافة السكانية الرهيبة دي انا معايا الصحفي كمار ترجمة نانسي قنقر